اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة محمد زين بدا عبر عن رضاه التام من هذا التواصل بين البلدين الذي يعبر عن متانة العلاقات بين الحزبين MPS و PCC الشيوع الصيني محمد زين بدا اشاد ايضا بجهود قادة البلدين ادريس دبي اتنو وشي جيبين في تقوية العلاقات نهو مزيد من التقدم والازدهار محمد زين اشاد ايضا بتلك النشاطات الاستثمارية الصينية التي تزيد عن اكثر من ستمية مليون دولار سنويا بالاضافة الى تلك المساعدات المادية والخدمية التي قدمتها الصين لصالح الشعب الشدي واردف قائلا باننا جاهزون في متابعة ما اتفق عليه الطرفان حتى يكون هناك استفادة ومصالح مشتركة يستفيد من خلالها الجانبان تلك الاعبارات جعلت من شين مينر ان يعبر عن سعادته ورضاه التام من تلك النتائج التي تحققت بفضل هذه الزيارة ووعد الحضور بان بلاده سوف تسعى جاهدة لتقديم ما يمكن من اجل ان تتحقق تلك المصالح المشتركة بين البلدين تشاد وجمهورية الصين الشعبية هذه الامسية انتهت بتبادل الهدايا بين القائد في الحزب الشعيعي الحاكم شين مينر ومحمد زين بدا الامين العام لهزب بامينا ام باس المتحف الوطني كان هو المحطة الاخيرة للوفد الصيني الذي يزور البلاد على مدى 72 ساعة بقيادة شين مينر في اطار تقوية وتعزيز العلاقات بين الحزبين الشعيعي الحاكم بالصين بي سي سي والحركة الوطنية للانقاذ ام باس حيث لقي مينر ترحيبا واستقبالا حافلا من قبل وزيرة التنمية السياحية الثقافة والحرف اليدوية مادلين الينجي وبعض من الاداريين بالمتحف شين مينر وبرفقة الوزيرة قاموا بزيارة شاملة مختلف الاجنحة بالمتحف التي تحمل العديد من الثقافات والاثار الوطنية بما في ذلك جمجمة توماي وتأمل مينر من إرث وتاريخ هذه الجمجمة التي تعتبر جمجمة لأقدم إنسان عاش على أرض المعمورة لفترة تزيد عن سبع ملايين من السنين والذي يعتبر مهد للإنسانية وإرث لتاريخ البشرية وبعد الانتهاء من زيارته قدم مينر هدية رمزية للمتحف الوطني وقام بكتابة سطور تعبر عن مدى شعوره بزيارة ذلك في الدفتر الشرفي لكبار الزوار وبذلك وضع الشين مينر حدا لزيارته التي قصد بها تقوية العلاقات والصداقة بين حزبه بي سي سي والحركة الوطنية للإنقاذ ام بي سي وعند مغادرته العاصمة انجمين متوجها إلى بلاده جمهورية الصين الشعبية عند الظهر الثلاثاء الثالث والعشرون من يونيو الجاري كان في وداعه بمطار حسن جاموس الدولي الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين باد عباس وعدد من رفاقه بالمكتب السياسي للحركة اشتركوا في القناة